الألعاب الأولمبية في توكيو أو رئيس الوزراء الياباني في التوقيت ده كان بيقول إننا ليست لدينا نواية حتى الآن في تأي تعديلات خاصة بجدول الألعاب الأولمبية دي ناس جاهزة أسمحا دي ناس جاهزة وعمل كل حساباتة بس هو ده بلقتي الرياضيين نفسهم الأبطال الأبطال نفسهم اللي بتأهلوا لتوكيو وعملين أزمة الاستعداد أصبح في مشكلة التدريب أصبح في مشكلة ففي حالة من الألأ على كل واحد بيهب كل مجموعة بتتكلم يعني ايه خلاص انت واقف كل حاجة واقفة ومش كله الآن وكله ما عاوز يستعده ومش عارف ففي النهاردة انضمت زي ايه بدت تبقى فيه ربطة فيه في صوت يعني ايه فرنسا البرازيل الهند سربيا كرواتيا وبتدخل معهم لجان أولمبية تانية بيتصاعد وبيرتفع الصوت تدريجيا نحو تمسبخ بايه بالتأجيل مطالبة رئيس اللجنة الأولمبية بالتأجيل بالتأجيل والضغط عليه رغم انهو كان عامل اجتماع عن اسبوع الفات على مستوى العالم كل اللجن كانت بشاركة فيه وحتى تبلغ نجن أولمبية مصرية بعد ايه خدت قرار انه السماح للأبطال بالتدريب في المركز الأولمبي واستمرار الاستعداد والبرنامج يسير وفق وتجيز كل شيء لكن على ما يبدو انه ايه في حالة من القلب بتزيد وفي حالة من الخوف عمالة تزيد والاستعداد أصبح فيه فيه مشكلة ودي المشكلة الواضحة شوف رغم كل الانفاق وحجم الانفاق الرهيب والاستعدادات اللي عملتها اليابان لإقامة الدولة الأولمبية واللي قولك طب نعجلها ستة شهور طب اللي قولك نعجلها سنة وتبقى بعد كده الدولة الأولمبية التانية في نفس معادها معلش نختصرها في ثلاث سنين عشان ده ظرف استثنائي كل يعني الكل يطرح البدائل من أجل الحفاظ على الأرواح ومن أجهب ما تنساش تجمع رياضي رهيب ضخم جدا غير الجمهور يعني غير انك يبقى عندك مثلا إلى عشرين إلى تلاتين مثلا ألف رياضي موجودين في اللجنة الأولمبية وده يبقى يعني حاجة شيء مرعيبة وهم عدد الوافدين آه وعدد غير عدد الوافدين وغير الجمهور اللي هيجي لمشاهدة وغير الجمهور يعني تبقى انت في حالة في حالك يعني كل ده رغم كل احتضار هتخد اليمن لكن برضو في مشكلة وأعتقد أنه ممكن يبقى خلال الساعات في قرار إما بتأجيل اللجنة الأولمبية إما بالإصرار على تمنى وفي الحالة دي يبقى فيه ممكن يبقى فيه اعتزارات يبقى فيه قرارات مفاجئة من اللجنة الأولمبية المحلية وأعتقد أننا نحن منتظرين اللهم إيلا لو فيهن فراجة حقيقة للأزمة دي دائما بنتمنى يعني نقول يا رب الأزمة بسرعة والجهود المبذولة على مستوى مصر وعلى مستوى كل دول العالم لمواجهة الخطر ده تنتهي في عملية الأبحاث العلمية نفسها إلى سبق علم إن شاء الله ينهي هذا الخطر وهذه المعاناة طبعا على مستوى العالم كريستيانو رونالدو يخضع لفحص كورونا صحف البرتغالية خضع شأن عدد كبير من اللاعبين بعد تأكد إصابة وجود ثلاث حالات إيجابية بين لعبي يوفانتوس كريستيانو ظهر التحليل الخاص بأنه سلبي وأنه لم تتم إصابته بفيروس كورونا ولكن ثلاثة من نجوم الفريق منهم طبعا المهاجم الشهير باولو ديبالا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا قبل أيام قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا أيورو 2020 إلى العام المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا وخضع النجم البرتغالي كريستيانو وظهرت نتيجة التحليل أنها سلبي موضوع ديبالا وابولو مالديني المدافع الشهير وابنه عمل صدر كبير جدا ففيه دلوقتي تعرفوا طاليا بتمر مرحلة في منطقة خطورة صعبة جدا المر أصبحت على المحك زي ما بقوله زي ما يعني عدد وفاة كبير جدا الأمور ما تمش يعني الاهتمام بيها منذ البداية وتركت الأمور كده فكانت النتيجة الواضحة شيء أصاب المجتمع الإيطالي حتى الحكومة في حالة من الارتباك شوف أنت بقى الموقف عاملين يعني شوف أنت رونالدو من إمتى مش يتعرف لكام مرة لعملت الفحص كمان مع والدته اللي كانت مريدة في المستشفى وكلام منه خد جزيرة وقعد فيها لكن أعتقد يعني إيطاليا في أزمة حقيقية والكرة الإيطالية هتبع على المحك أنها ترجع هي أكبر أزمة في أوروبا هي إيطاليا لا أو في العالم كله إيطاليا في العالم كله هيدا بأتي ودوم عليها إسبانيا يعني إيطاليا إسبانيا بعد كده تدريجيا أن الحاجات بتظهر يعني فرنسا لكن إيطاليا الأمر يعني بتغوّر بسرعة شديدة جدا فأعتقد أنه يعني إيطاليا تاخد وقت كبير عشان تتعافى من المسألة كورونا طيب عايزين نتكلم شوية عن نجوم الفريق التجديد لوليد سليمان بالنسبة لوليد سليمان التجديد موسمين أحمد فتحي لسه في انتظار لجلسة التجديد شريف إكرامي قرار الرحيل حسن معشور ومستقبله بعد المسيرة الطويلة في الملعب خلينا نتكلم عن وليد سليمان وليد سليمان في مرحلة حتى على مستوى المنتخب الكل دايما بيطالب أنه يبقى موجود في منتخب مصر وإسهاماته مع النادي الأهلي ومشاركته في أي مباراة بيبقى مبهر في أداءه وعمل السن غير مؤثر على الإطلاق على أداءه في الملعب رأي حضرين ذاكي